على قدم وصاق تواصل مجموعات شبابية فلسطينية في الضفة الغربية العمل على جمع التبرعات ومواد الدعم للأهل في قطاع غزة هيا الجوهري هي إحدى المشاركات في حملة قوارب غزة هيا تقضي جل وقتها في تغليف المواد وجمع الألبسة لإرسالها للقطاع قوارب غزة هدفها الأول والأخير هو دعم أهلنا وتثبيت صمودهم ومساعدتهم بكل الأشياء النقصة عندهم في هذه الحرب وفيما انطلقت حملة قوارب عبر مواقع تواصل الاجتماعي لفتح باب المساهمة أمام الناس عامة فإن الكثير من الجهات المحلية تعمل على ذات الصعيد كجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية التي امتلأت مخازنها بالألبسة والمواد الطبية التي تبرع بها أهل الضفة جميع الأجيال جايين فيه إشي منعرفهم مش بس بدهم نبدأ يد الطوع يمعفون أن الإغاثة الطبية مؤسسات أخرى عمالها بتمدل وموجودة من شان نكون إيد بإيد مع شعبنا وإخواننا في قطاع غزة إنه هاي هم موجودين زي ما بتشوفوا من أطفال لأكبر ولأن الوطن واحد والجرح واحد جاءت هذه الحملات كما يؤكد القائمون عليها لكن التحدي الأكبر برأيهم يبقى هو سماح إسرائيل بدخول مواد هذه الحملات لقطاع غزة إذن بشكل لافت تتسارع حملات الدعم في الضفة الغربية للأهل في قطاع غزة في رسالة تؤكد أن الفلسطينيين موحدون في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية للأل بي سي آي فارس المالكي رام الله فلسطين المحتلة